تخرج فيها عمالقة الفن والأدب والعلوم الأخرى مدرسة أربيل الأولى أقدم مدرسة في محافظة أربيل شمالي العراق شهيدت عام 1930 وما زال طلاب هذه المدرسة يستذكرون أيام مقاعد الدراسة بعد مرور عقود طويلة من الزمن يعتبر سكان أربيل هذه المدرسة من أهم رموز التآخي والتعايش بين العراقيين إذ كانت تضم في جنباتها أنذاك معظم القوميات والمذاهب العراقية كانت مدرسة التعايش والتعايش لأن الأربيل منذ تأسيس المدينة كمدينة تميزت بالأخاء والتعايش السلمي بين القوميات والأثنيات والأديان أكثرية النخب السياسية والاقتصادية والأدبية والفنية وفي كاف شتى المجالات تخرجوا من هذه المدرسة ويتحدث أحد طلاب مدرسة أربيل السابقين عن منهجية التعليم فيها واتباع المدرسة الأساليب العلمية الناجعة في تطوير وتنمية طلابها أنا أتذكر أن يوميا كان أكون دوام صباحي أربع دروس فترة إسراحة حوالي ساعة نروح للبيت نتغدى ونرجع الدرسين إلافين عدا أيام الاثنين والخميس يعني بعد الظهر ما كان أكون دراسة وبسبب أعمال توسيع المدينة وكثرة الضوضاء فيها حولت وزارة التربية والتعليم في كردستان العراق هذه المدرسة إلى متحف تربوي يضم صور ومقتنيات المعلمين والطلاب الذين تخرجوا فيها ولا زال منهم من يقوم بزيارة هذا المتحف بين الحين والآخر ترجمة نانسي قنقر